السلام عليكم ورحمة الله الحديث متواصل عن عمليات الفصل بأشكالها واتقاناتها المختلفة دلوقت نتطرق إلى عمليات الفصل بواسطة البارير البارير بصورة عامة هو عبارة عن الحاجز يمكن أن يكون له عدة أشكال يمكن أن يكون غشاء يمكن أن يكون صليد ماتيريال في حالة الفصل بواسطة السيراميك فيلتر يمكن أن يكون فايبر الأنواع مختلفة جدا جدا واختلاف مسامات البارير يصنف ويؤهل ويساعد على معارفة المادة التي يستطيع هذا البارير تحملها فمثلا في حالة المايكروفيلتريشن بنجد بإننا نتكلم عن ريموفل أوف ماتيريال دات كان قوة up to the size of باكتيريال بينما الألترافيلتريشن لدينا أيضا الار او الريفيرس ازموزيس وديه من أشهر اتقانات حاليا في عمليات الفصل باستخدام الأغشية نجد بإننا نتكلم عن extraction to the level of microns لا أكثر من المايكروف وإنما حتى to the level of angstrom فمثلا نجد بإنه الـ NaCl يتأين إلى Na positive CL minus دي من أصغر الزرات المعروفة في تحلية المياه فبواسطة الريفيرس ازموزيس نستطيع إننا نحجز ملح الطعام وأن نذيله من المياه فعمليات الفصل باستخدام الأغشية حقيقة في تطور كبير جدا وهي تعتمد على إضافة high pressure بيكون لدينا delta P إلى جانب يسمح هذا الضغط بمرور جزء من مكونات السائل ويحجز الجزء الآخر عمليات الفصل بواسطة الميمبرين لا محصورة فقط في الليكويد وإنما يمكن أيضا أن تستخدم في الـ Vapor and Gas Separation دي من اتقانات الحديثة والتي لها طبيقات كبيرة جدا ومن أشهرها في عمليات الـ Clean Environment ترجمة نانسي قنقر